اشتركوا في القناة ألا بكم في التواصيل أعلن رئيس الصيني شي جين بينغ أنه تم توقيع اتفاقات تتجاوز قيمتها 64 مليار دولار خلال قمة مبادرة الحزام والطريق والتي اختتمت أعمالها في العاصمة بكين اليوم فقال الشي في تصريحة خلال الجلسة الختمية أن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون والتي تتضمنها المبادرة كانت أعمال قمة المبادرة انتلقت الجمعة بمشاركة قادة 37 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا ومنها دول عربية تشكل دعائم رئيسية للمبادرة نضم إلينا في الأستوديو دكتور ضياء حلمي الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية مرحبا بكم أنا دكتور عبر شاشة الغدوى في استوديوهاتنا بالقاهرة في البداية نتحدث عن حجم الفرص وحجم المكاسب التي ستجنيها مصر من انضمامها لهذه المبادرة لو تبعتم كان هناك مشاركة للرئيس خلال اليومين المضيين في المنتدى الثاني لمبادرة الحزام والطريق في بكين وهي حجم الفرص المصرية والعربية والإفريقية أيضا ضخمة من الانضمام إلى هذه المبادرة التي أعتبرها مبادرة القرن الواحد وعشرين وقد تنبأنا لها بهذا منذ خمس سنوات تقريبا حينما هو أطلقت 2013 من الرئيس السيني تشي جين بينغ ولكن اتساعها المزهل والسريع يعطينا الأمل ويعطينا الرأي أن هذه الرؤية كانت سليمة وأن هذه المبادرة سوف تغير من وتؤسس لمرحلة جديدة للتبادل التجاري والاقتصاد والتنمية والسلم العالمي والآن تم التوقيع عليها من 126 دولة وليس أدل على ذلك من كما سبق وذكرت حضرتك توقيع اتفاقيات بـ 64 مليار دولار خلال اليومين وأيضا توقيع بـ 25 مليار دولار مع إيطاليا من شهرين وهي دولة مهمة في المبادرة مصر ستجني الكثير ليس فقط على المصار التجاري والاقتصادي ولكن أيضا على مصار العلاقات القوية مع الدول التي تتعاون مع مصر هناك تخوفات ربما تحدث عنها البعض مخاوف متعلقة بالتمويل كما تعلم بنك الاستثمار الأسيوي البنك الأسيوي الاستثمار في البناء التحتية هو من يتولى تمويل مشروعات البناء التحتية المتعلقة بالمبادرة ألا يشكل ذلك تحديا أمام تنفيذ المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع إضافة إلى طبعا موقف واشنطن واجتذاب حلفائها بعيدا عن بكين هو الحقيقة ده يشكل تحديات لكن لا أستطيع أن أقول أنها ترتقي إلى درجة المشكلات هي تحديات موجودة وهذا متوقع لأنها مصالح متضربة الولايات المتحدة والدول التي تتبعها دون أن تفكر ولا تستطيع أن تفكر هي تأسعى إلى تثبيت حركة التجارة العالمية كما هي الآن والحفاظ على الدور الأمريكي المهيمن ولكن هذه المبادرة سوف تنهي الاحتكار التجاري والتبادل التجاري وسوف تمضي حتى التمويل لن يكون عقبة كبيرة الصين رصدت في البداية 100 مليار دولار ثم رفعتها إلى 150 مليار دولار للبنية التحتية سنويا سنويا فقط سنويا ورقم ضخم والحقيقة بدأت في ضخم وهذا يخالف للمتابعين الرؤية الصينية القديمة يعني أنا أراها صين جديدة صين بثوب جديد ثوب يبحث عن التنمية يوافق على نقل التكنولوجيا ولم تكن تفعل في السابق الآن هي صين جديدة وهي تسعى إلى تحقيق هذه المصالح المشترقة ورئيس في جنبينج أعلن في أكتر من موقف أنه يسعى إلى علاقة كسبان كسبان وين وين سيتيويشن مع الدول الأخرى وكلماته هنا منتقى بعناية حينما يتحدث عن أن المبادرة صدام دي بأليات السوق هو يطامن الجميع أنها اقتصادية بحتة التشكيك للولايات المتحدة يأتي من زاوية ابتدت هي حتى نفسها تغير النبرة للولايات المتحدة بعد أن شككت ويتعلم أن دي مش الحقيقة أنه متحالف عسكري نادي صيني أسلوب للهيمنة ولكن الحقيقة لم تجد صدى لأن مصالح الدول أكبر كثيرا من مثل هذه التشكيك في ضوء هذا وما جاءت به مبادرة الحزام والطريق من الرؤية وأهداف هل يمكننا القول أن الاقتصاد العالمي بات الآن أمام مرحلة من الانفتاح مرحلة قادمة من الانفتاح تخرجه من الكبوة التي يعانيها أو من التحديات التي يعانيها الآن هذه حقيقة بل أعتقد وبتابع تقارير بتجيلنا من الخارج تقارير اقتصادية ترى أن التعاون الاقتصادي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة العالمية وأن فرض العقوبات الأحدية في التجارية هي ليست حلولا ولكنها مشاكل ولن تساعد أحد كثيرا ما تتحدث الصين مع الأمريكان وتؤكد لهم أن هذه ليست الطريقة الموسلة للتعاون أعتقد أن مبادرة الحزام والطريق توقي نجاح للاقتصاد العالمي إذا ما أحسن استغلالها والصين تجيد السياسة ومعها دول عظمى يعني معها روسيا أيضا في المبادرة ومعها مصر القوية أفريقيا سوف تتعامل مع التحديات لا أخشى على الصين من المفاوضات السياسية بالعكس أعتقد أنها ستخرج منتصرة وحتى المتابع سيجد أن شيئا فشيئا سيخفض صوت الولايات المتحدة وسيفطر أمام هذه المبادرة القوية التي كل يوم تزداد مساحة أكبر تزداد رسوخ في الأرض في الواقع وهي مهمة لأنها أيضا من الناحية السياسية تطفئ الحرائق فحينما تتعاون الدول بمصالح تجارية تخلق فرص وتخلق هذه المصالح التجارية هذا ما كنت سأسأل عنه مسألة العوائد يعني نتحدث الآن عن 150 مليار دولار سنويا إجمالي ما صرف حتى الآن يعني تجاوز 900 مليار دولار من الصين مسألة العوائد مسألة انعكاس تنفيذ وتطبيق المبادرة على الأرض الواقع على اقتصادات الدول المشاركة فيها كيف سيكون هذا الانعكاس حيكون الانعكاس كبير وقوي وستزهر أثاره باعتقادي في العشر سنوات القادمة حيكون هناك اختلاف كبير في الاقتصاد العالمي خلال عشر سنوات مصر أيضا تسعى مع الصديق الصيني في إطفاء الحرائق في إفريقيا وهو ما نستطيعه يعني ده اللي في متناولنا القرات الأخرى الحرائق فيها أقل من الشر الأوسط الملتهب جدا والذي يزداد التهابا يوما بعد يوم الآن نحاول أن نطفئ هذه الحرائق وأعتقد أن الصين طبعا ستجني عوائد ضخمة لأن هذا الحزام وهذا الطريق سيسهل مرور التجارة العالمية تستفيد الصين من الصديق المصري القوي هي لا تريد صديقا ضعيفا أكبر شريك تجاري لمصر هي الصين أنت كامين عام للغرفة التجارية المصرية الصينية كيف ترى حجم التجارة التبادل التجارية بين مصر والصين بعد نفاذ المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع طبعا حيث يحصل طفرة كبيرة ولكن بدأت منذ أن تولى الرئيس سيسي سدة الحكم والمسؤولية في مصر نجد أن الميزان التجاري اختلف كثيرا ليس فقط في سياق الأرقام ولكن أيضا في سياق النوعية أصبحت مصر تستورد من الصين أيضا ولكن تستورد ما لم تكن تستورده من قبل أدوات إنتاج أدوات مفيدة السلع المستفزة عليها رقابة من الحكومة ويتمنعها في مصر والصين كانت تطلب هذا لأنها ترغب في معادلة عادلة كانت حضرتك الأرقام تقول أن حجم التبادل التجاري المصر الصيني كان في حدود 10 مليار دولار وهذا كان المعلن وكان على الجانب في بعض مليارات الآن 13 و2 من 10 مليار دولار مصر تصدر إلى الصين لأول مرة في تاريخها بـ 2 مليار دولار وهذا رقم كبير ولكن هي إرادة سياسية صينية وإرادة سياسية مصرية بجانب أن إحنا دخلنا فيه علاقات صداقة قوية تبنى على مصالح مشتركة طبعا مصر مع تطبيق الحزام والطريق مصر والعالم العربي سوف تستفيد كثيرا حركة تدار بمناسبة ذكرى العالم العربي طريق الطريق البري للمبادرة يمر من الإمارات وسلطنة عمان كيف يمكن أن ينعكس هذا المرور على دول مجلس التعاون الخليجي من وجود فرص ناتجة عن انضمامها لهذه المبادرة والدول العربية عموما طبعا الحياة الطريق البري ده هيغير شكل المنطقة إذا تصورنا وهذا ليس أمنيات أو توقعات ولكن تبدو من الملامح أن هذا يقين لأن حريت تنقل التجارة وحريت تنقل الأفراد ستساهل كثيرا حركة البضائع وده هيخلق فرص عمل أيضا وحيخلق منهج جديد مفهوم جديد للتجارة ومفهوم جديد للاقتصاد الحزام البحري أيضا مهم جدا للدول ولكن الخليج سينعكس عليه هذا وهو مستورد كبير كما أنه الآن أصبح مصدر كبير الخليج العربي إلى الصين بالذات في منتجات الطاقة التي تحتاجها الصين كثيرا وأصبحت تعتمد إلى درجة بعيدة على هذه الطاقة موردها الأصلي الخليج العربي فطبعا ده هيغير شكل المنطقة وحيخلق نوع من الصداقات والتحالفات السلمية الجديدة وهذا هو منطق الصين دائما كانت الصين تعول دائما على التبادل التجاري لتحقيق مصالحها والتنمية وهذا ليس عيبا أن تكون لها مصالح بعكس دول أخرى تجد مصالحها في إذكاء الحرائق ومساعدة أطراف النزاع ليستمر أطول مدة ممكنة فتستفيد بصورة أخرى من بيع السلاح للطرفين مثلا الصين لا تسعى إلى هذا ولا تلجأ إليه وبالتالي هذه المبادرة هي مبادرة سلمية وقوية سوف تساعد العالم العربي والخليج ومصر تحديدا على نمو قوي شكرا جزيلا ضياء حلمي الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية شكرا لك يا فندم نورت السيديوات الغدية للقاهرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا دعنا متواصلنا معكم في جولتنا في السوق لهذا اليوم نقدمها لكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون معنا قطر تتراجع عن إجراءات حظر بيع المنتجات الإماراتية ألا بكم من جديد قال الرئيس روسيف لديمير بوتن الجوم أنه يأمل أن تستمر صدرات النقطة الإيرانية رغم الجهود الأمريكية لوقفها وضف خلال كلمته في قمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين أن اتفاقها منظمة أوبيك والمنتجين المستقلين بشأن تخفضات إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية يونيو كما أضف بوتن أنه يأمل أن لا تزيد السعودية إنتاجها النفطي لتعويض أي انخفاض محتمل في الصدرات الإيرانية سجل عدد حفرات النفط العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يناير الماضي وأقلت شركة بيكر هيوز لخدمة الطاقة أن شركات الحفر أوقف التشغيل عشرين حفاراً نفطياً في الأسبوع المنتهي ليصل إجمالي عدد الحفرات إلى ثمانمائة وخمسة حفرات ويعد تراجع عدد الحفرات النشطة في الولايات المتحدة مؤشراً أولياً للإنتاج مستقبلاً وهو متراجع عن مستوى قبل عام عندما كان هناك ثمانمائة وخمسة وعشرون حفاراً قيد التشغيل وللمتابعة ينضبون لنا عبر سكايد من العاصمة البريطانية لندن المحلل الاقتصادي حميد الشجني مرحبا بك معنا سيد حميد عبر شاشة الغد كيف في البداية تقيم تفاعل السوق النفطية مع خطوة الولايات المتحدة بإلغاء الاستثناءات التي كانت ممنوحة لاستيراد النفط الإيراني؟ مرحبا، في الواقع لن نلحظ تغير كبير على المنظور القصير لأنه لحد الآن لا يمكن التخمين من هي الدول التي ستخضع لمثل هذا الحظ وستضبق الحظ بحذافيره أيضاً هناك عملية أن تقوم إيران بتصطير النفط بطريقة السوق السوداء وهذا ما عمدت إلى عمله في الماضي عندما كان الحظ المفروض على إيران لمدة طويلة من الزمن طيب، ما يشير إلى تصريح الرئيس الروسيف لديمير بوتين فيما يتعلق باتفاق أوبك يعني قال إنه لن أو طلب ألا يكون هناك تعويد لأي نقص في الإمدادات نتيجة أو تشديد العقوبات على إيران هل يشير إلى أفاق أوسع للأسعار في المدى المتوسط والقريب؟ هو الذي يحط الأسعار دائماً هو عملية المخزون الذي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية هو بعض الدول التي لديها مخزون هل سينخفض المخزون بكمية كبيرة لحد أن يتم إرتفاع في أسعار النفط بكمية عالية؟ أنا أشك في هذا ولكن عملية الانتزام بالاتفاق الذي تم بين الدول أوبك ويسمى أوبك بلس يعني اللي مع الدول الأخرى اللي هي روسيا وغيرها يجب الانتزام فيه لأنه الآن الذي مساعد على ارتفاع أسعار النفط هو الحضر اللي موجود على فنزاولة فنزاولة لا تسطر كثير من النفط الآن أو صح يعني لا تسطر النفط يعني أيضاً ليبيا لديها مشاكل كبيرة في التسطير فلو تم الضخم من فنزاولة وليبيا لأن خفضت الأسعار بكمية كبيرة جداً جداً فعملية يعني عدم الانتزام بالاتفاق الذي تم وتكرير خضاء الماضي حيث يعني تم إلغاء الاتفاق في فترة من الزمن ولاحظة أن الأسعار النفط يعني هبضت بكمية كبيرة عملية الالتزام هنا يفيد الدول المسطرة على أساس يكون هناك درع لأي تدخل آخر يعني بمعنى إذا الشركات الأمريكية استضاعة تنتج كمية أكبر لن يتأثر السوق كثيراً يعني هذا أيضاً معدلة مهمة جداً لأنها بين التدبدب المرتفع والمنخفض هذه الشركات الأمريكية وارتفاع النفط من هناك يؤدي إلى إخفاض المخزون هناك أيضاً يعني عملية عدم انتزام إيران من يعني هناك بعض التداخلات الدولية كما تعرفون الآن هناك مشاكل كبيرة جداً جداً من المتحدة الأمريكية نظر بها في السوق وعوامل ليست واضحة على كل الأحوال أشكرك جزيلة شكراً للمحلل الأقصدي حميد الشجني كنتمان عبر شاشة الغد من لندن سحبت قطر إجراءاتها المتعلقة بحضر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها المحلية في تنزل مهم لتفدي تدعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية وأعلنت الدوحة قرار سحبها لإجراءاتها خلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية المنازعات في المنظمة للنظر في طلب دولة الإمارات السيرة في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم للبت في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجاتها وسحبت قطر التعاميم السابقة بسحب المنتجات وألغت جزئياً التدبير التي تحضر بيع وشراء البضائع المستوردة من الإمارات من دبي نظمولين هاتفياً المحلل الأقصدي نيل الجوابرة مرحباً كمانا سيدنا العبر شاشة الغد ما هي الأسباب والدوافع وراء هذا القرار بإلغاء قرار حضر بيع أو تداول المنتجات الإماراتية على الأراضي القطرية بسم الله الرحمن الرحيم وسهل الخير عليك وعلى جميع المشاهدين بكل تأكيد بعد قيام قطر بالسحبة واتجاه دولة الإمارات إلى رفع القضية في منظمة التجارة العالمية أدت إلى هذا السحب إلا أن هذا السحب من أن يكون هناك بيع أيضاً للمنتجات لن تسحب الإمارات قضية إلى أنها استمرت بأن يكون هناك أي مخالفات قامت بها قطر بالنحية منظمة التجارة الدولية الآن نحن تحت منظمة وهذه المظلة التجارية تعتبر أن تكون هناك قوانين صارمة على جميع من يكون تحت هذه المظلة إلى أن قطر اتخذت إجمعات خاصة بها وهذا ما أدى دولة الإمارات إلى رفع هذه القضية في هذه المنظمة كيف يؤثر هذا التراجع في سر الدعوة التحكمية التي رفعتها دولة الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية؟ طبعاً بكل تأكيد أثرت على قطر إلا أن لا يكون هناك أي ضغوط من المنظمة التجارة العالمية بعمليات البيع أو الشراء من ناحية الدولة القطر سيد نيل سألتك عن أو أسألك عن التوضيح مصير الدعوة التحكمية المقاومة من الإمارات أمام منظمة التجارة ضد قطر يعني ربما تكون هذه مناورة من حكومة قطر لاستنزاف الوقت يعني مهلة 90 يوم أحسن هي استنزاف الوقت لكن دولة الإمارات استمرت بأن يكون هناك هذه القضية على استمراريتها بأي مخالفات إن كانت قبل أو كانت في إجراءات حالية لذلك تجهد الدولة أن يكون هناك أشخاص معينين من المنظمة بإجراءات لازمة وصارمة على دولة قطر ببيع المنتجات إن كانت مصدرة من دولة الإمارات أو من خارجها أن يكون هناك ملتزمون بمنظمة وتحت هذه المظمة شكرا جزيلا شكرا المحلل الأقصدين إلى الجوابرة كنت منع عبر شاشة الغد من دبي شكرا لك تجل الجنيه الأسترليني أكبر هبوط أسبوعين في شهر متضرر من تزيد القلق بشأن تعثر محدثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسهم 12 دولار هذا الشهر في تقليص جاذبية الأسترليني قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزية الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن يبقي صانع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير وعلى مدار الأسبوع تراجع الأسترليني 6 من 10% وهو أكبر هبوط في أربعة أسل قالت وزارة المالية الكندية أن أوتاوى سجلت فائضا في الميزانية في 11 شهرنا الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة مع عجز في السنة السابقة بفضل زيادة في الإرادات بـ 8.5% أغلبها من ارتفاع الضرائب وبلغ الفائض في الفترة من أبريل إلى فبراير 3 مليارات و 100 مليون دولار كندي مقارنة مع عجز قدره 6 مليارات دولار في الفترة نفسها قبل عام بذا مشاهدين تنتهي جولتنا في السوق لهذا اليوم وقدمناها لكم من كناة الغد في القاهرة وتابعتم فيها التطوير على اتفاقيات بنحو 65 مليار دولار خلال منتدى الحزام والطريق في بكين بوتين يأمل أن تستمر صادرات النفط الإيرانية رغم تحذيرات الولايات المتحدة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء